هل مشكلة الصفحة البيضاء على تطبيقك الخاص فيسبوك لايت؟ اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال تغطية طبط الإعدادات ثم نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا نقوم بالنزول الأسفل نضغط على التطبيقات نأتي إلى نافذة التطبيقات الخاصة في هذه النافذة نقوم بالنزول للبحث عن تطبيق فيسبوك لايت في هذه النافذة الخاصة هنا نضغط على فيسبوك لايت ثم نأتي إلى نافذة معلومات التطبيق نضغط على إيقاف إجباري ثم نضغط على موافق بعدها نقوم بالنزل نضغط على مكان التخزين نأتي إلى نافلة مكان التخزين نضغط على إدارة التخزين هنا ثم تضغط على العلامة السرقة ثم نضغط على مسحة التخزين المؤقت ثم بعدها سوف تقوم بإطفاء وتشغيل هاتفك لكي يقوم بتحديد التطبيق وحل المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو لا تنسوا اشتراك والضغط على الاشتراك ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله وفي موضوع آخر